اجتمعت سعادة السيدة نور بن تعليل خليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجرس التنمية الاقتصادية مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية والاستشارية الدولية ذلك في إطار مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصدق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية هيث أكدت سعادة الوزيرة خلال الاجتماعات على الدور الرائد للقطاع المالي والمصرفي كأحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وأهمية هذا القطاع في خلق فرص استثمارية واعدة تعود بالخير والنماء على الجميع كما لفتت سعادتها إلى سعي المملكة المستمر لتهيئة كافة التسهيلات الداعمة لهذا القطاع وتوظيفها بما ينعكس إجابا على الاقتصاد الوطني جرى خلال اللقاءات استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والمصرفي ومناقشة آخر تطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي